هذا كما أكد الرئيس السيسي إنه اتفق مع الرئيس الجزائري على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن كما اتفقا كذلك على خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية كما تناولنا مستجدات الأزمة الليبية حيث توفقنا في الرؤى على دورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بدون التثناء وفي مدى زمن محدد تنفيذة لقرارات مجلس الأمن ذات السلة ومخرجات مصاري باريس وبرلين وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحقق وحدتها وسيادتها واستقرارها